في ظل الصراع الدائري في السودان والذي يدخل أسبوعه الأول أو الثاني أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المختربين وبتوجهات ملكية بدأ إجلاء 300 أردني من المقيمين في السودان الخارجية تبينت أن عملية الإجلاء ستتم بمراعاة الظروف والأوضاع الأمنية على أرض الواقع وبالتنسيق مع كل من السعودية والإمارات وكان قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان قد تلقى اتصالات من رؤساء عدد من الدول لطلب تسهيل وضمان تأمين إجلاء رعاياها وبعثاتها الدبلوماسية من البلاد ووافق على تقديم المساعدة اللازمة لتأمين ذلك لمختلف الدول